وإن خدتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والذي القربى واليتامى والمساكين والجال ذي القربى والجال الجنوب والصائب بالجنب وبالسبيب إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخنون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من خدره وأعتلنا للكافرين على من مهينا والذين يبخنون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان لو قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يغله من قال فره وإن ذك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن أدرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وزئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعسوا رسول له سوا بيه الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارات حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابل سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائر أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماه فتيممه سعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وأيجيكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تعا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تذلوا السبيل والله أعلم بأعدادكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يؤرخون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعهم ورواعنا ليا بأنسنتهم وقعناهم بالدين ولو أنهم قالوا سمعنا وعطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أكبارها فنردها على أكبارها ونرد معنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشغط به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما ألم ترى إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يذلهون فتيلا انظر كيف يفتعون على الله الكذب وكبابه إذما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يدع الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يبتون الناس نقيرا أم يحشدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكباب جرنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما مضيت دلودهم بدلناهم دلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أعطيعوا الله وأعطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر